تحرك المنفذون المفجر فهد القباع والسائق عبد الرحبان صباح يستقلان سيارة يمتلك هجراح نمر قرابة الثانية عشر ظهرا من منزل فهد العنزي في منطقة الرقة استغرق الأمر لوصولهم نحو 25 دقيقة وكادت أن تلغى العملية لاعتقادهم بأن الصلاة قد انتهت ترجل فهد القباع من هناك ومشى نحو 200 متر حاملا ومرتديا الحزام الناسف مرورا بين الحسينية ومدخل النساء ودخل على عجل من هذا الباب الذي حدد سابقا هو الآن موصد ولم يدخل من الباب الرئيسي حيث كان الباب الرئيسي مغلقا لم يكن يعرف تفاصيل هذا المسجد ظن أن هذه القاعة مكان الصلاة لم يشك فيه أحد ولم يستوقفه أحد أيضا كان هو مستعجلا وواضعا يده حول خسره وحول الحزام الناسف دخل إلى هنا فرأى المصلين في حالة سجود عند هذا الباب الداخلي دخل القباع خطوتين وتقدم هنا ليلتفت يمنة ثم يسرى لم يستطع التسلل بين صفوف الساجدين اختار هذا المكان ليكون مكان التفجير ليصرخ حينها إن الله مع الصابرين الله أكبر الله أكبر فتح بعدها حزامه الناسف المصنوع من مادتي تي ان تي واردي اكس إضافة إلى بعض الشضايا الصلبة المحيطة بالمادة المتفجرة والتي كان لها دور رئيس في سقوط عدد كبير من الضحايا الضحايا كانوا في حالة سجود هنا وأيضا كان بعض كبار السن يصلون على الكراسي هنا وهم أكثر المتضررين من تطاير هذه الشضايا أيضا الشضايا وصلت إلى محراب المسجد رغم بعد المسافة لولا أن وضعية المصلين في حال السجود لكان هناك عدد أكبر في الضحايا والقتل أيضا وحتى الجرحة أيضا البناء والطراز القديم للمسجد ساهم بقوة التفجير السقف هنا مرتفع ونوافذ هواء ضيقة سرعة الهواء أو العصف المصاحب لانفجار أحدث ضغطا كبيرا في القاعة يعادل أكثر من عشرة أضعاف نفس الانفجار لو حدث في مكان مفتوح سقوط أيضا الأخشاب والزجاج المتناثر أثر أيضا من حيث عدد المصابين الذي وصل إلى مائتين وسبعة وعشرين جريحا على الأغلب إصاباتهم في منطقة أسفل الظهر وما فوق ترجمة نانسي قنقر